انا خليت دهما دكتور العطور ودي قناة نهاردة هتكلم معاكم عن افضل عطور الخريف للستات اللي جربتها مؤخرا ونعتبر ده جزء اول من السلسلة. عملتها بجاء فيديو عن افضل عطور الخريف للرجالة. ولكن النهاردة للستات عشان الستات ما تزعلش لان في كزا حد يدخل قللني يا رولي عايزين حلقة زي دي للبنات. فاول واحد ابدأ بي معايا انا جايبهم كلهم على فكرة عشان بس اجربهم ويعجيبهم عشان خاطركم. اول واحدة هتبقى روز باريس روز هي اسمها روز باريس روز من الميمو. عطر وردي بخوري. فيه سنة شرقية رقيق جدا. كمان فيه زهرة البيونيا والفوانيا واعتقد فيه لمسة عود كده مخليها تحفى. البرفيوم ممتاز لو لقتيه او بتحب النيش او البدجت باك عالي شوية اشتري ده بيكون شكل الازازة بتاعتها. والتاني واحد معنا هو روز اميرا من جرلان. روز اميرا هو ده شكل الازازة بتاعتها من جوه دي بتكون ازايز جرلان اللاين الشرقي. اللاين الشرقي الجرلان هو متقبل على فكرة جدا هو نفسه اللي معمول منه سانتال ريال الوراية ومعمول منه باتشولي اردلت. ولكن روز اميرا انا بشوفها برفيوم تحفى. رابط منه السامبل دي بصراحة تحفى ولكن اداءه متوسط شوية بس مناسب قوي للخريق. طيب هندخل بعد كده على حاجة اقل شوية وهي بيربري بادي. بيربري بادي هي زي ما انت شايف كده يعني او ده شكل الازازة شكلها بيكون زي القلم فيه بنات كتير عارفها. ولكن انصحك تشتري نسخة الاودو بارفام هي اللي هتكون مناسبة للاجوائي اللي احنا فيها متشتريش لا التندر ولا الاودو تولاد. جي بيربري بادي. بعد كده هندخل على حاجة نيش. سعرها حلو في اسعار الديزاينر عادي اسمها جوليت هازاجان نوتا بيرفيوم. جي بيت هازاجان هو اسم البراند و نوتا بيرفيوم هو اسم البرفيوم نفسه. البرفيوم مسكي جميل تقدر يتعمليه اللييرنج لو انت بتحب المسك و راحة النظافة تقدر يتعمليه اللييرنج بعطور تانية هيكون تحفة. واخر واحدة معنا هي ميس ديور بلومنج بوكي. بلومنج بوكي دي مش نفس النسخة اللي انا لسه عامل عليها قريب. دي نسخة مختلفة. دي نسخة البلومنج بوكي. النسخة زي ما لطلقوا مختلفة والزهور واضحة فيها بشكل اكبر. ورحة النظافة واضحة فيها بشكل اكبر. ولكن هي زهرية اكتر من انها تبقى فرش. هي زهرية جدا رئية اوى اوى اكتر من ميس ديور العادية. ميس ديور العادية عايزة اسمها اكبر شوية. ممكن نقول ان دي البناتي بتاعت ميس ديور يعني اسمها بلومنج بوكي. وده شكل ازازاج تابعيني عشان فيديوات اكتر عشان تشوفي جزء تاني من سلسلة العطور الخليفية لما تنزل وكمان عشان هنعمل حلقة للعطور الشتوي. فتابعيني واسبي لي في التقومنس تحت لو فيها بيرفين بارك حبيبنا نتكلم عنه مع العلم ان انا مش ببيع. تنسيش تعملي سيفلي الفيديو عشان ترجع له بعدين. ولايك انتشار لصحابك. ودومتم بخير. باي باي.